بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله قال فصل المعاصي تسلخ القلب عن استقباحها ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس لهم فلا يستقبح رؤية الناس له كلهم ولا كلامهم فيه أعوذ بالله الآن المعاصي كما قال ينسلخ من القلب استقباحها لا يستقبح المعاصي بل يستلذها ويفتخر بها المعاصي إذا كثرت وصار صاحبها من المجاهرين هلك كما سيأتي كل أمة معافى إلا المجاهرين يجاهر بالذنوب والمعاصي انظروا هذه الشبكات وهذه التي هي وسائل التواصل بعضهم نعوذ بالله يعصي الله ويرسل للآخرين بل ربما أرسل عورته والعياذ بالله هذا من جنس الحيوان إن سلخ استقباح هذا الذنب من قلبه فهو لا يبالي قال وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا هذا ربما يفعل كفعله يبيت وقد ستر الله عليه فيصبح كاشفا لستر الله ومزيلا للغطاء الذي ألقاه الله عليه قال وهذا الضرب من الناس لا يعافونا ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عليهم أبوابها في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيهتك نفسه فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث عظيم فمن وقع في جرم فليستر على نفسه بعضهم ربما يقول كنت قبل الاستقامة أفعل وأفعل وأفعل لا لا تتكلم بهذا الكلام يأتي سفيه أو جاهل أو غير ويقول سأفعل ثم أتب كما تاب فأنت السبب وأنت تتحمل وزرا من هذا الإث ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون إلاه ونبارك الله اشتركوا في القناة